دي كلها من لديك دكتور حاليا نكلم يعني حضرتك كلمت على التكاملية وكلمتني فكرة ما بقاش عندي حاجة واحدة لأي حاجة نعاوسها صحيح أنا عندي بدل الطريق بقى فيه مرادفات كتير بقى فيه اثنين وثلاثة علشان لو فيه تكدسينا حبيت اللي أنا أحرك الاتجاه المروري لسبب ما يبقى ما فيه الشلة المروري زي ما بنكون صحيح إزاي دا نعكس على الانسيابية المرورية اللي موجودة والوقت اللي كان مهضر وليس له قيمة في الماضي برافو عليك يعني هو مشهور الوقت كان يعني دا جزء من اللي حسب ناقة قيمة مالية يطلع أن أنا كنت بهدر فلوس كتير نتيجة التأخيرات وأنا رايح شغلي وأنا رايح جمعيتي وأنا رايح مشواري المشوار اللي كان بياخد ساعتين دلوقتي بياخد أقل من نص ساعة مع توفير السيولة المرورية اللي موجودة سواء بوسائل النقل الخاصة أو بوسائل النقل العامة الدولة طورتها وحسنت منها في الوقت الحالي بالإضافة إلى التأثير البيئي لما كان في زحام الاميشن والتلوث البيئي اللي كان موجود كان بيبقى أعلى وبالتالي دلوقتي بقى التلوث البيئي اللي موجود أقل على وعلى الانتقال التدريجي للنقل الأخضر دلوقتي وسائل النقل الجديدة بقى نتابع سياسة الجر الكهربائي اللي هو الطاقة النظيفة وده هينطبق كمان على وسائل النقل العام والجماعي يمكن التوبيس التردد على الطريق الدائري إن شاء الله هيكون بالجر الكهربائي اللي أرتي جر الكهربائي المترو الأنفاء واستكمالاته وخلينا نقول عند مترو الأنفاء لما أنشأنا في التمانينات كان فيه انتقاضات برضه وبيقولك مصر القاهرة مش محتاجة مترو الأنفاء مترو الأنفاء بخطوطه الثلاثة على وضع الحالي دلوقتي بينقل ثلاثة ونصف مليون راكب في اليوم فالسؤال اللي بنقوله للناس ماذا لو لم يكن لدينا مترو الأنفاء كان هيكون فيه شل المروري في إقليم القاهرة النهاردة لقدر الله لما المترو بيعطل بتلاقي بعض الطلبة بتروحش جامعاتهم الناس بتأخر على شغلها لأن وسائل النقل السطحية كلها زي ما ساعدتك أشارت مقتصة في زحام لكن وسيلة النقل بالمترو بقت دلوقتي وسيلة سريعة ما فيش إشارات ما فيش تأخير ما فيش كذا عشان كده احنا بنكمل خطوط المترو بننشئ الخط الخامس والسادس وفي نفس الوقت بنكمل المرحلة الرابعة من الخط الثالث فده كله منظومة بتشتغل فيها الدولة في إطار تلبيت الحاجة وفقا للزيادة السكانية ودي نقطة حضرتك أشارت إليها أنت ومنا في المقدمة مثلا أنا سنة 86 كانت عداد سكان مصر 48 مليون نسمة النهاردة احنا عدينا 106 مليون فمش من المنطقي أن أنا أفضل بنفس البنية الأساسية اللي كانت موجودة مع الزيادة السكانية احنا بنزيد 2.5 مليون مولود في السنة فلازم يبقى في عندي زيادة في البنية الأساسية والخدمات تقدر تستوعب العدد تستوعب الزيادة اللي موجودة